تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وبحضور اسم الشيخة حصة بن خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام نظمت مدارس الإيمان ملتقى صناعة النجاح لعرض تجربتها في المشاركة بمسابقة تحدي القراءة العربي على بقية المدارس الحكومية والخاصة وذلك بمشاركة 350 من مديري المدارس والمسؤولين التربويين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تفوق مدارس الإيمان ونيلها المركز الأول في مصابقة تحدي القراءة العربي بنسختها الثانية التي احتضنت منافساتها مدينة دبي أكتوبر الماضي بات منارة يستقي منها الحقل التعليمي في المملكة مجمل التجارب والاطلاع على أجدر الأدوات التي وظفتها مدارس الإيمان ضمن نطاق سليم أدى إلى إتمام المهمة النبيلة ملتقى صناعة النجاح هو فعالية الهدف منها تبادل الأراء وتبادل أيضا التجارب والتحضير للمسابقات القادمة لا شك أن هذا العمل الذي ينظم من قبل مدرسة الإيمان له طابع تربوي مهم له علاقة أيضا بالاهتمام باللغة العربية وقانون التعليم في مملكة البحرين يعطي هذا الجانب أهمية كبيرة وهو الاهتمام باللغة العربية ودستور مملكة البحرين أيضا ينص على ذلك ونحن نعتقد أن اليوم فرصة مناسبة لتبادل التجارب الناجحة إن وقع القطة الثابتة التي سلكت طريقها نحو وجهات الفلاح والظفر بالمراكز الأولى ما زال يسمع صداه وما دام يحدث ذلك التأثير الإيجابية والرغبة الواضحة في السير بذات الاتجاه الذي شهد بزوغ تفوق نموذج تعليميا كسب رهنات التحدي ليعتلي أطلال المعرفة متغنيا بما أضيف إلى سجله من تضلع وإجادة في بحور الاستزادة من العلم هدف هذا الملتقى لننقل التجربة الرائدة لزملائنا مدراء المدارس لأننا نعمل تحت مظلة واحدة فهدافنا موحدة ورؤيتنا موحدة لينعم هذا الجيل باللغة العربية السديدة لغة القرآن الكريم لا فوت لجوامع الأسباب ومن الأهمية بمكان ربطها بمجامع المسببات التي وقفت خلف إحقاق لا ينسب إلى مدارس الإيمان فقط بل ينظر من خلاله إلى نجاعة مخرجات التعليم في البحرين ومدى تطور العملية التعليمية فيها التي باتت ترتكز على أسس معرفية عصرية قوامها دراسة فكر الطلبة وقياس الأثر المحدث في نفوسهم عند تحفيزهم في محاكاة ما تحمله ألبابهم من أفكار يقدرها مالكو الخبرات التعليمية تقديرا أولا نحن نود أن ننشر ثقافة العطاء فنحن حين نفوز نود أن ننشر ثقافة الفوز وثقافة ما قمنا بعمله لباقي المدارس ونأمل أن يقوموا بالتواصل مع بعضهم البعض لنقل الخبرات وهي تجربة رائدة أن تقوم كل مدرسة بتبادل الخبرات مع المدرسة الأخرى لا تخفي شيئا دور وزارة التربية والتعليم هو حث جميع المدارس الحكومية والخاصة على الحضور اليوم والطلاع على أبرز محطات النجاح والتميز اللي حققتها المدرسة بما يتوافق مع معايير أفضل مدرسة في مشروع تحدي القراءة العربي نتمنى إن شاء الله أن يتم الاستفادة من محاور الملتقى اليوم اللي راح إن شاء الله تثري مشاركتنا كمملكة البحرين في مشروع تحدي القراءة العربي نحن ودأنا بعشرات الآلاف والآن نتحدث عن ملايين الطلبة المشاركين في برنامج التحدي هذا الاحتفال في حد ذاته إشارة بالغة إلى ما بلغه مشروع التحدي هذا الاحتفال بالقراءة يشعر كيف إلى أي حد وصل الاهتمام بالقراءة في دولة البحرين وفي سائر العالم العربي إن شاء الله ملتقى صناعة النجاح حرص على أن يضم جدوله جلستين فيهما العديد من العناوين الرئيسية التي لم تخرج عن إطار تفعيل العملية الإدارية وتسخير الإمكانات الفنية والبشرية والمالية للأغراض التعليمية المتنوعة والطالب أساس محورها لا يمكن أن تلمح بوادر النجاح في أثق صانعيه إلا إذا تأنق الإنجاز وعظم الحافز المستنير الذي وقف وراء إحلاله ليصبح وقتها دليلا إرشاديا يستدل به كل من يطمح إلى تميز مماثل تألف الأذهان سماعه ليبقى عالقا وملازما لفكرها النوعي لتلفزيون البحرين محمد الشادات